بسم الله الرحمن الرحيم معكم مهندس محمد يوسف فيديو جديد في كورس الامبيد السيستم هنشرح فيه فكرة عمل انترفيسنج للكيباد مع الكنترولر الفيديو برعاية شركة GLCPCB الشركة بتقدم لك مقموعة من الخدمات عشان تقدر تنفذ البوردة بتاعتك في اقل وقت وبقال تكلفها الخدمة الاولانية Easy AIDA من خلالها بقدر اصمم البيسي بي الخدمة دي مجانية الخدمة التانية اللي بتقدمها الشركة هي مكتبة المكونات السطحية او SMT Parties Library من خلالها الشركة بتوفر لك اكتر من 200000 تقدر تستخدمهم عندك في التصميم بتاعك وطبعا ده كله عشان يقلل الوقت بتاع التنفيذ والتكلفة وطبعا تقدر توصل للمكونات دي اسناء التصميم من خلال برنامج Easy A ده خدمة اللي بعد كده اخذ من تجميع المكونات السطحية او SMT Assembly من خلالها تقدر تصنع البيسي بي وتجمع عليها كمان المكونات بنعمل Adley Gerber File خاص بالدزاين بتاعنا بعد كده بننزل لتحت لغاية على اليمين بنلاقي فيه اختيار بنفعله عشان نقدر نجمع المكونات على البيسي بي بعد كده بنقول له Confirm الخدمة الاخيرة اللي هي 3D Printing دي من خلالها بقدر اعمل Anclosure للمكون بتاعي او البيسي بي بتاعتي بتستخدم الكيباد او لوحة المفاتيح لادخال الارقام والحروف الى المايكرو كنترولر وبيوجد منها احجام مختلفة زي ما احنا شايفين في الصور الموضحة قدامنا الكيباد اللي على الشمال دي عبارة عن 3 اعمدة في 4 صفوف لما اجق اضرب 3 اعمدة في الاربع صفوف يديني 12 مفتاح الكيباد اللي على يمين دي عبارة عن 4 اعمدة في 4 صفوف يعني 16 مفتاح احنا هنشرح في الفيديو ده الكيباد اللي هي اربعة في اربعة يعني 16 مفتاح احنا دلوقتي هنشوف ازاي بيتم توصيل المفاتيح دي مع بعضها لما بنقول كيباد اربعة في اربعة يبقى احنا بنقصد ان الكيباد بتاعتنا عبارة عن 4 صفوف واحد اتنين تلاتة اربعة في 4 اعمدة عمود يبقى رأسي يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما احنا شوفين كل صف بيتكون من اربعة مفاتيح وكل عمود بيتكون من اربعة مفاتيح يبقى لمضرب الا اربعة في اربعة يبقى انا عندي 16 مفتاح كل صف بيخرج منه سلك يعني الصف الاولان اللي فوق ده عليك طلع منه السلك اللي باللون البرتقاني اللي هو عندي اعلاء اه على الشمال اول سلك على الشمال الروت تاني طلع منه سلك باللون الاخضر اللي هو يليه في الترتيب اللي اللون البرتقاني على طول الروت تالت طلع منه سلك بالبنفسجي والروت الرابع طلع منه سلك باللون الازرق اللي هو سلك الازرق اللي قدامنا ده يبقى كده عندي ده صف الاولان او روق الاولان صف التاني او روت تاني صف التالت او روق التالت الصف الرابع والاخير نفس الكلام بالنسبة للاعمدة العمود الاول من على الشمال هتلاقي فيه سلك عندك اللي هو باللون الاصفر يبقى كده ده العمود الاول او الكولون الاول بعد كده العمود التاني فيه سلك طالع منه باللون الاحمر يبقى كده الكولون التاني والكولون التالي طالع منه سلك باللون الاخطر الكولون الاخير طالع منه سلك باللون الوردي يبقى انا كده عندي كل صف يطلع منه سلك كل عمود يطلع منه سلك. فلما قل لك كيباد اربعة فاربعة يبقى عندي اربع سلوك خاصين بصفوف واربع سلوك خاصين باعمدة. وخلي بالك كويس من الترتيب بتاع السلوك. اعرف فين اه كل صف السلك بتاعه فين? وكل عمود السلك بتاعه فين? لان دي احنا بالترتيب ده اه لازم نكونوا عارفون عشان هم نيجي نوصل الكيباد مع البنات بتاعة المايكرو كنترولر. تعال بقى نشوف ازاي بيتم اتصال كل بطن او مفتاح من المفاتيح اللي موجودة على الكيباد مع الصف والعمود بتاعه. انا عندنا الوقتي في صف طالع منه سلك وفي عمود طالع منه سلك. البطن بيتوصل بيتوصل ازاي مع السلك اللي مع الصف والسلك اللي طالع من العمود. لو بصينا على المخاطط اللي عليمين. هلقى في عندي? اربع سفوف. ار واحد ار اتنين ار تلاتة ار اربعة. واربع عمدة خط رأسي. سي واحد. سي اتنين. سي تلاتة. سي اربعة. وعندك هنا ستاشر كي او مفتاح. ده المفتاح الاولاني. اي مفتاح هيبقى ليه طرفين. طرف متصل بصف. والطرف التاني متصل بعمود. يبقى كل المفاتيح اللي قدامنا ديت. طرف منها متصل بصف. والطرف التاني متصل بعمود. طيب لغاية دلوقتي في حالة عدم الضغط على اي مفتاح. ما فيش اتصال ما بين خط رأسي عمود او خط افقي صف. يعني الصف الاولاني دوت اللي هو ار واحد. مش كونكتد مع سي واحد. ولا سي اتنين ولا سي تلاتة ولا سي اربعة. طالما ما فيش اي ضغط على اي مفتاح من المفتاح اللي قدامنا اللي هي واحد اتنين تلاتة ايه. نفس الكلام ينطبق على باقي الصفوف اللي تحت ار واحد. طيب. تعال كده نضغط على المفتاح الاولاني. اول ما اضغط مع المفتاح الاولاني ويبقى شورت يبقى انا كده عملت ايه بقى? وصلت ار واحد مع سي واحد. بقى الجهود الكهرابي اللي موجود عند ار واحد هو الجهود الكهرابي اللي موجود عند سي واحد. ده في حالة الضغط على المفتاح الاولاني. طيب. انا ضغط على المفتاح الاولاني. وصلت ار واحد بسي واحد. معنا كده ان الجهود الكهرابي اللي عند ار واحد بقى موجود عنده النقطة ديت بتاعت المفتاح الاولاني. وعنده النقطة دي بتاعة المفتاح التاني اللي ع الصف التاني. لكن الكهربة مش هتنتقل للصف التاني لان المفاتيح ديت. يعني الكهرباء اللي على العمود الرأس ده. اللي مش هتجي على الصف التاني. لان ما فيش ما فيش اتصال مع الصف التاني لغير دلوقتي. انا ضغط على مفتاح واحد بس. واللي بيعمل لي عملية الاتصال هو الضغط على المفاتيح. لو ضغط على اي مفتاح من المفاتيح الاربعة دول يبقى ساعتها الكهرباء. تطلع من ار واحد تمشي من خلال المفتاح للعمود الاولاني. تنزل هنا. هتضغط على ار اربعة هيبقى في شورت سيركت تنزل على ار اتنين. لكن التشغيل الطبيعي ان انا بضغط على مفتاح واحد بس. يبقى مجرد ما ضغط على ار واحد يبقى كده عملت المفتاح واحد يبقى كده عملت شورت سيركت ما بين ار واحد وسي واحد. طيب رفعت ايدي من على المفتاح الاولاني. ضغط على المفتاح التاني. يبقى انا كده عملت شورت سيركت ما بين ار واحد وسي اتنين. يبقى الجهد القرابي اللي عند ار واحد موجود على سي اتنين. طيب ضغط على المفتاح رقم تمانية. يبقى انا عملت شورت سيركت ما بين ار تلاتة وسي اتنين. ضغط على المفتاح المكتوب عليه حرف دي. يبقى كده عملت شورت سيركت ما بين ار اربعة وسي اربعة. يبقى جهد القراب اللي موجود على الار اربعة هو اللي موجود على السي اربعة. بعد كده هاخد الار واحد وطلع منه سلك. الار اتنين وطلع منه سلك. الار تلاتة والار اربعة. يبقى كده عندي اول اربع سلوك. موجودين على الشمال. هي السلوك بتاعته الصفوف. اول صف يبقى هو اول سلك على الشمال. بعد كده اخد سي واحد يبقى ده العمود الاولاني. بعد كده سي اتنين سي تلاتة سي اربعة. يبقى كده ده خط خط السلوك بالترتيب بتاعها. طلعتهم على كونكتور. كونكتور ده هو اللي موجود عندك في الكيبات. اللي هو قدامنا تحت ده. يبقى كده اول صف التركم هنا بدء من الزيرو. يبقى آر زيرو. تاني صف آر واحد. تالت صف آر اتنين. الصف الاخير آر تلاتة. يبقى كده. الي اربعة اللي بعد كده. يبقى كده. اول عمود تركم بدء من الزيرو. حيبقى سي زيرو. سي واحد. ده العمود الثاني. العمود التالت سي اتنين. العمود الاخير سي تلاتة. احنا بنركز اعلى الجزئة دي ده temporarily بتاع الترتيب السلوك عشان لو انت خلفت توصيل عمود مع عمود تاني او صف مع صف تاني ابقى انت كده الكود بتاعك مش هشتغل مظبوط لازم اردت اخلي باري وانا بوصل السلوك اعرف فين آآ مكان كل صف ومكان كل عمود. لغاية دلوقتي احنا عرفنا ازاي الكيباد المفاتيح اللي عليها متوصلة مع الاعمدة والصفوف. طيب. عايزين نعرف بقى ازاي نقدر نشغلها. بحيث لما اضغط على اي مفتاح من الستاشر مفتاح اللي قدامنا دول لما بتقع الاربع صفوف والاربع اعمدة. نقدر من خلال الكود نحدد ان اليوزر ضغط على ان هو مفتاح من الستاشر. احنا قلنا عندنا تمان سلوك. اربعة خاصين بالصفوف انا كده عندي الصف الاول. اللي هو ار واحد الصف التاني الصف التالت الصف الرابع. اربع سلوك خاصين بالصفوف وزيهم خاصين بالاعمدة. يبقى انا كده عندي تمان سلوك. التمن سلوك دول حوصلهم على بورت موجودة على يبقى البورت ديت تكون تمانية اه طيب اول اه اربع سلوك عندي في السلوك اللي خارجي من الكيبات اللي هما بتوع اه الصفوف هوصلهم على اربع بن في البورت. الاربع بن بتوع البورت دول حيبقوا يعني هيطلع منهم كهرباء. يعني الصف الاولاني هيتصل على بن موجودة على البورت. الديريكشن بتاعها هيبقى اوتبوت. تاني سلك قص بالصف التاني هيتصل ببن موجود على البورت برضو بتاعها هيبقى اوتبوت. ونفس الكلام للصفين التانيين. يبقى البنات اللي موجودة على جسم المايكرو كنترولر اللي متصلة بالصفوف هتبقى اوتبوت بنز. بحيس انه قدر اطلع هاي او اطلع له. طلعت هاي هيوصل للصفوف طلعت له هيوصل برضو للصفوف. هنيجي بقى على الاربع اه سلوك بتوع الاعمدة. هنوصلهم برضو على اربع بنز موجودين في البورت. بس الديريكشن بتاع كل بن هيتصل بيه عمود هيبقى امبوت. يبقى البنات اللي متصلة بالاعمدة اللي موجودة على الكيباد بتاعها امبوت بنز. وفي الحالية دي اقدر اقرأ القهربة اللي على كل بن من الامبوت بنز. طبعا القهربة اللي على كل بن من الاربع بنز بتوع الاعمدة. طبعا هتجيب لي القهربة اللي موجودة على كل كل عمود. فانا اقدر اعرف القهربة اللي على كل عمود من خلال ان انا اقدر اقرأ القهربة اللي موجودة على كل يبقى الصفوف البنات بتاعتها والاعمدة البنات بتاعتها امبوت. طيب. احنا قلنا في البداية الكيباد مش هتبقى اه مفيش مفتاح عليها هيبقى كل يعني مفيش اليوزر مش ضغط على اي مفتاح. في الحالة دي يبقى انا عندي اي عمود من الاعمدة اللي اربعة اللي قدامي لو جيت بسيت عليه كده. مش مش محطوط عليه كهرباء. لا هاي ولا لو. وانحنا دلوقتي نخليين البنات دي انبوت. يعني المفروض انها تقرأ قيمة كهربائية سواء هاي او لو. فبعمل ايه? باجي على كل عمود من الاعمدة اللي اربعة ووصلوا بمقاومة. اه وكل طرف من الطرف التاني المقاومة اخذ ارضي. مقاومة في حدود عشرة كيلو اوم. يبقى في الحالة دي الجهد اللي على البن اللي ما توصل بالعمود الاولاني هيبقى له. لان المقاومة متصلة بالارضي. والمقاومة متصلة بالبن بتاع العمود الاولاني. فكده الجهد اللي على العمود الاولاني هيبقى زيرو. او لو. نفس الكلام لبقية الاعمدة. يبقى لما اجي اقرأ الجهد اللي موجودة على بتاع الاعمدة فالوضع اللي قدامنا ده هيبقى صفار. لان المقاومات متصلة على الارضي. وفي نفس الوقت في الحالة اللي قدامنا ديات الابتدائية. البنات اللي متصلة بالاعمدة مطلعة له. طيب هنفترض ان انا جيت قليت البن اللي متصل بالصف الاولاني يطلع هاي. ففي الحالة دي الجهد الكهرابي اللي موجودة على الصف الاولاني اللي متصل بالبطن واحد واتنين وتلاتة وايه? هيبقى عليه الطرف الطرف بتاع كل بطن من عالشمال هيبقى عليه هاي يعني خمسة فولتة. لو جيه اليوزر وضغط على المفتاح الاولاني. يبقى انا كده عملت شرط من بين الطرف الاولاني والطرف التاني للمفتاح. وفي الحالة دي القهرباء الجهد الكهرابي اللي على قر واحد يبقى هو الجهد الكهرابي اللي على سي واحد. يبقى هنا في هاي ويبقى عندك هنا في هاي. يبقى المتصل بسي واحد لما اجأ راه على مش لو زي الحالة السابقة. يعني الحالة السابقة كان في جهد كهرابي هنا بس ما كدش ضغط على المفتاح ففيه فما زال اول ما يضغط على عمل شورت سيركيت فالجهد الكهرابي اللي على ار واحد ينتقل الى سي واحد. فلما طلع على الصف الاولاني لو انا ضغط على المفتاح الاولاني يبقى البن المتصل بالعمود الاولاني وبقيت البنات زي ما هي لو. طب لو ضغط على المفتاح التاني يبقى العمود الاولاني كده فما فيش جهد كهرابي عليه فما زال اخد زير ونتيجة اتصال المقاومة بالارضي. لكن انا عملت على المفتاح التاني شورت سيركيت. فالكهربا هتجي لمن الار واحد تمشي للطرف التاني في البطن. عملت شورت سيركيت يبقى توصل للطرف الاولاني وتعدي على الكولون التاني. متصل بانبوت بين. يبقى كده المايكرو كنترولر يقدر يحدد ان العمود التاني عليه هاي. بيت الاعمدة عليها لو. طيب. نفس الكلام حيتكرر مع بطن تلاتة او المفتاح التالت والمفتاح الاخير اللي مكتوب عليه حرف الاي. يبقى انا في حالة الضغط على اي مفتاح من المفاتيح اللي الروب بتاعها هاي. عمود واحد بس هو اللي هيبقى عليه الهاي وباقي الاعمدة يبقى عليها لو. يبقى انا في الحالات دي من داخل الكود. اقدر احدد البطن اللي كنت ضغط عليه. فازا كنت مطلع هاي على الصف الاولاني. وعندي العمود الاخير عليه هاي والباقي لو. يبقى كده اليوزر ضغط على المفتاح رقم اربعة. لو كنت عارف الكود واشوف لو كنت مطلع على العمود الاولاني هاي والعمود رقم تلاتة عليه هاي والباقي صفار يبقى اليوزر كان ضغط على المفتاح رقم تلاتة. لو كنت ضغط على لو كنت مطلع الكهرباء على الصف الاولاني. واليوزر ضغط على المفتاح التاني. يبقى هلاقي عندي. آآ لما اجي اقرأ العمود التاني هاي والباقي صفار يبقى اليوزر ضغط على البطن التاني. ونفس الكلام بالنسبة للبطن الاول لو جيت طلعت كهرباء على الصف الاولاني وجيت اقرأ الجهود اللي موجودة على البنات لقيت العمود الاولاني هو اللي عليه هاي والباقي صفار يبقى اليوزر كان ضغط على المفتاح الاول. نفس الكلام ده اقرره مع باقي الصفوف والاعمدة. ارجع اخلي الصف الاولاني الخرج بتاعه لو. وانزل اخلي الصف التاني الخرج بتاع البن بتاعه هاي. كده الاعمدة كلها حماجة اراها في الكود. عليها الانبود بتاعها بصفار لان مش ضغط على اي حاجة. طيب بيجي اليوزر يضغط على المفتاح الاولاني. يبقى كده العمود الاولاني بقى هاي. فلم يبقى عندي الصف التاني اخد كهرباء هاي. وجقر العمود الاولاني على اي هاي. يبقى كده اليوزر كان ضغط على المفتاح اللي مكتوب عليه اربع. وبقرر الطريقة دي مع باقي الصفوف وباقي الاعمدة. وبالخريط الطريقة ديت يقدر الكود يحدد اليوزر كان ضغط على اي مفتاح. من خلال انه هو الكود بيبقى عارف الكهرباء متلحق على انه صف. ويروح يعمل على الانبود بين. انه بين فيهم هو الهاي. وبناء عليه يقدر يحدد البطن او الكي اللي كان اليوزر ضغط عليه. في مشكلة بقى ممكن ان تقابلك لو انت اتبعت آآ الطريقة دي في التعامل مع الكيبات. هنفترض ان طلعت كهرباء زي ما احنا شايفين على البن اللي المتوصل مع الصف التاني. كل البنات ديت. المتصلة بالصفوف. بطلع عليها هاي او لو. هاي يعني تقريبا جهد التشغيل بتاع الماكرو كنترول. وايه اللي هو الارضي بتاع الدايرة. اللي هو الزيرو. جيت انت بقى كده. اليوزر راح ضغط على المفتاح المكتوب عليه اربعة. فهو كده عمل ايه? خلق نقل انه الجهد اللي موجود عند قارة اتنين. بتصل على العمود الاولاني اللي هو سي واحد. وفي نفس الوقت ضغط على المفتاح المكتوب عليه سبعة. اللي هو تحت اربعة على طول. فانت كده عملت ايه? عملت شرط سيركت ما بين ار تلاتة الصف ده. التالت مع العمود الاول. طيب هي النقطة بتاع النقطة قدامنا دي الجهد بتاعها هو الجهد بتاع ار اتنين اللي هو الخمسة بولت. وانت كده دخلته على البطن. البطن عامل شورت سيركت. يبقى انت وصلت الخمسة بولت مع النقطة التانية المقابلة هنا ديت اللي هي ار تلاتة. ار تلاتة متصل بمن على الجهد بتاعه هو الجهد الاردي. فانت دلوقتي عملت ايه? وصلت البن اللي خارج منه هاي اللي متصل على ار اتنين مع البن اللي خارج منه له اللي متصل على ار تلاتة وكأنك عملت بينهم هو ده اللي هيحصل بالزبط ما بين البن بتاع ار اتنين والبن بتاع ار تلاتة. طب انت عملت ما بين الاتنين بن دول. بن فيهم مطلع هاي. والبن تاني مطلع له. وكأنك انت عندك هنا بطارية لها طرفين. موجب اللي هو البن اللي مطلع هاي. وسالب اللي هو البن اللي مطلع له وانت وصلت ما بينهم ايه بسلك فانت كده عملت شورت سيركيت فممكن يحلق لك البنات بتاعت الماكرو كونتولر طيب يبقى احنا لازم آآ نتعافى المشكلة دي فدي لها طريقتين في الحل يأما ان انا بحلها باستخدام الهاردوير زي ما حنشوف يأما باستخدام الصوفتوير طبعا الكلام ده ينطبق ان اضغط على اي مفتاحين مع بعض في نفس العمود يعني بالشارت الصف التاني والعمود التالت بطلب ان هم على نفس العمود سواء بقى كان الصف الاولاني والصف الاخير او الصف الاولاني والصف التالت هيحصل الشورت سيركيت طيب تعالى نشوف الاول الطريقة الاولية اللي هي بتاعت آآ فيه برضو منها آآ طريقتين ممكن نستخدمه جوه الهاردوير سوليوشن ان انا هحط على كل بن ضايد سعي ما احنا شايفين كده الانوت بتاعه هيبقى ناحية البن اللي هيطلع لي الخارج والكاتوت بتاعه ناحية آآ البن اللي متصل على الكيباد. الضايد بيعمل ايه? هيسمح لك بمنور الطيار في اتجاه واحد. معنا كده لو حاطت هنا هاي. يبقى الطيار يعدي. طيب لو حاطت هنا له وهنا هاي هيمنع مرور الطيار. وفي الحالة دي. لو اليوزر ضغط على للاتنين بطن دول مع بعض في نفس الوقت عشان يوصل النقطة دي بالنقطة دي. هنا في هاي. هتعدي من الضايد. وتوصل على البطن. يبقى العمود على جهد الهاي. يجي هنا لقى البطن ده مقفول. يبقى الجهد الهاي عدي منه. يوصل على الار تلاتة. يبقى عندك هنا هاي. بس الدخل بتاع الضايد ده. لو. فكده يبقى انحياز عكسي. فالطيار ما يعديش. يبقى انا كده ايه? ما سمحتش بمرور الطيار اللي عليه لو. يبقى انا كده ايه? مناعت دي طريقة. وفي نفس الوقت ما اثرتش على عمل الكيباد. يعني الكيباد شغال زي ما ايه. الطريقة التانية ان انا بدل ما احط ممكن احط آآ مقاومات. هي فايلة المقاومة ايه? انها بتقللي قيمة الطيار. هو الطيار هيعدي ما بين البن اللي مطلع هاي واصل للبن اللي مطلع له. بس انا هحط بقى مقاومة. على كل بن عشان اقلل آآ قيمة الطيار اللي هتعدي الى البن اللي ااخد او اللي مطلع له. احنا لما جينا شفنا بتاعة الميكرو كنترولر قبل كده. وانا اللي في حد اقصى للطيار اللي حيمر خلال البن. آآ سواء كان الطيار ده آآ يعني البن حيطلعو او يعني البن حيدخلو لي. فبختار المقاومة بحيس انها تحدد لكيمة الطيار لقيمة اقل من اللي يقدر تحملها البن. اللي الابسوليوت ماكسموم اللي احنا كنا كلمنا عنها في فيديو السابق. يبقى دي طريقة تانية ده بالنسبة للهاردوية. في اما استخدم مقاومات ياما آآ استخدم ضايت. الحل التاني اللي هو آآ عاوز اتركز فيه معايا. بداية كده لم يبقى عندي امبوت بن. احنا قلنا الاعمدة هنا. بتاعة الكيباد حنوصلها ببنات موجودة على المايكرو كنتولر رح يبقى الاتجاه بتاعها او بتاعها انبوت. انبوت يعني ايه? يعني بحط عليها هاي او لو. فاقدر اقرأ الجهد اللي موجود على البن. هاي او لو ده في الاخر كهربا. يعني خمسة فولت يا زيرو فولت. حسب المايكرو كنتولر اللي احنا شغالين عليه. طيب. طب ونما بطلع هنا مسلا على البن ده هاي انا موصل مباشرة بالبن بتاع المايكرو كنتولر يعني السي واحد ده البن بتاع الكيباد متصل مباشرة بالبن بتاع المايكرو كنتولر وانا حظت عليه هاي خمسة فولت. طب هو هنا البن مش هتحرق بتاع المايكرو كنتولر ده ما فيش مقاومة. نرمص على طول اخد الهاي مطلعه على العمود. لا ليه بقى مش هيتحرق? لان لما باجي اخلي بتاع البن اللي موجود على المايكرو كنتولر بيبقى بتاعته او المقاومة بتاعته في مقاومة داخلية بتبقى هاي. هاي انت ما بتيجي تحط الكهرباء على البن بتاع المايكرو كنتولر بيبقى فيه جوه ورا البن ده بفر. البفر ده بيبقى ليه مقاومة داخلية عالية. فبالتالي ما ما يدخلكش ما يدخلش طيار آآ لماكرو كنتولر فبالتالي البن ما يتحرقش. طيب يبقى اي بن هتلاقي دلوقتي هيبقى طيب نفس الكلام ده بقى احنا هنستغله مع الصفوف. احنا كنا بنحط في الشكل اللي فات هنا ايه مقاومة. فقيته المقاومة دي ايه? انها تحدد للطيار الداخل. طب فاذا كان هو نفسه ممكن يبقى مقاومة كبيرة جدا. طب انا ممكن بستغل الحكاية دي اتو محطوش مقاومة. ازاي بقى? ان هخلي بن واحد بس. من البنات اللي المفروض متصلة بالصفوف. وهيطلع عليها كهربا هو اوتبوت. يعني البن اللي انا عاوز اطلع عليه كهربا حيبقى اوتبوت. عشان هندل طلعي الكهربا هاي. وبقيت البنات بتاعة الصفوف هتبقى امبوت. طيب في الحالة دي يبقى انا لما جي اضغط على مفتاحين مع بعض على نفس الصف. تعبص كده? انا هخلي البن ده المتصل. اوتبوت فهيطلع لي هاي. البنات التانية هتبقى امبوت. فبالتالي البن المتصل مع ار تلاتة ده. هيبقى امبوت يبقى مقاومة الدخل بتاعته عليه. فلما انا اضغط على المفتاحين دول مع بعض. يبقى فيه شورة ما بين ار اتنين و ار تلاتة. يجي الطيار يطلع من البن المتوصل على ار اتنين. يبقى الجهد عندك هنا. عن النقطة دي بتاع السي واحد هاي. وعشان هنا في شورة سيركيت على المفتاح المقطوب عليكم سبعة فيجي الجهد هنا اللي هيبقى عندي هنا. بس ده امبوت. فحيبقى مقاومة الدخل بتاعته عالية. فمش هيمره طيار الى تقريبا مش هيمره طيار الى البن. في الحالة دي مش هيبقى في عندي شورت سيركيت ما بين ار اتنين و ار تلاتة. وبالطريقة ديت انا كده قدرت هستغنى عن الديود او الريزيستورس. واستخدم السوفت وير. ان شاء الله الفيديو الجاي هنكتب الكود الخاص بالدريفر اللي من خلاله نقدر نتعامل مع الكيبات. ما تنساش تنزل الماتيريا الخاصة بالمحاضرة الرابط بتاعها موجود على الشاشة قدامك وحتلاقيه موجود تحت في الوصف في الديسكريبشن بوكس. هتلاقي فيها الاكواد اللي احنا بنشرحها في الفيديو. مخطط الدايرة وتجميحها على التستو بورد بالاضافة الى الباور بوينت في صيغة بي دي اف. شكرا جزيلا.